يو 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 مع أنه المفروض ما ننظر للماضي ما ننظر لخلفنا لللي راح بس بهذا الفيديو رح ننظر للماضي نظرنا لخلفنا شوي بس مو هك قصدي بل هذل المقصد أنه رح نرجع للماضي لنشوف بعض الأدوات والأشياء ونعرف كيف كان شكلها بالضبط الفيديو رح يكون ممتع بإذن الله لأني أنا مستمتع بصناعته فإن شاء الله أنتو تستمتعوا كمان يا رب فلذلك بدون كثرة كلام كالعادة مزعجي هنا وخليني ورجيكم أشياء كان شكلها مختلف تماما في الماضي ولا تنسوا تثبتوا وجودكم بالتعليقات يا مزاجئين ويلا بدهنا نبدأ بعربات الأطفال اللي كان شكلها بالماضي غريب جدا القصة أنه كان في مهندس اسمه ويليام كينت كانوا الناس كلهم يوظفوا ليصنع لهم أشياء مختلفة وفي عام 1733 وظفوا الدوق دفنشير ليصنع له جهاز ليحمل طفله فيه تعرفوا الأغنياء زمان مستحيل يشيلوا أبنائهم بإيدهم عيب عار عليهم فلذلك اخترعوا جهاز ليشيلوا أبنائهم فيه وفعلا المهندس صنع له عربة بجرها ماعز وات؟ شو هالمصخرة؟ هي مصخرة صح بس بعد ما ركبها ابن الدوق انتشرت بشكل فضيع بين المجتمع الراقي لكن المشكلة أن الخراف بدأت تخرج عن السيطرة وتهدد سلامة الأطفال يعني أكيد أنت ما بدك خاروف يخطف ابنك لذلك في عام 1830 جاء صانع الألعاب بينجمين بوتر وصمم هذه العربة اللي ما بتحتاج خاروف بس طبعا رفضوا الأغنياء أنه يستخدموها ويدفعوها بنفسهم حتى اشترتها الملكة فيكتوريا عام 1847 فاتقبلوا الوضع ومن وقتها للآن عربة الأطفال هي هي بس تغير شكلها شوي والحمد لله بدون خاروف في عصرنا هذا 91.4% من البشر عندهم تليفونات والتليفونات بدأت بكوبين وحبل بتركبهم ببعض وبيوصل صوتك من كوب لآخر عبر الحبل بداية فاشلة بتجيب العار بس هي الأساس لأنه في عام 1876 اخترع المخترع أليكساندر جراهام بيل للهاتف رسميا هذا هو أول تليفون ومع السنين بدأ يتغير شكل التليفون باستمرار تغير أكتر من تغير شكل إيرن ييجر حتى وهيك بتكون شفته شكل أول تليفون بس كيف كان شكل الهواتف الذكية أول هاتف ذكي شركة IBM اخترعت جهاز سايمون في عام 1994 هذا الجهاز في ميزة الاتصال والإيميل والآلة الحاسبة ومزايا أخرى يعني كان رهيب جداً أيامها كان جامع أكتر من جهاز بجهاز واحد بس مع ذلك فشل الجهاز وسبب فشله هو سعره المرتفع 900 دولار ومحد كان ممكن نشتري بهالسعر زمان وبس هذا كان أول هاتف ذكي بالتاريخ اللي هو غبي بالنسبة لأيامنا أول هاتف غبي بالتاريخ من المعروف أن كل شركة تجارية جيدة بتحتاج لشعار جيد ليش؟ مشان تعرف الشركة من شعارها مثل شعار بيبسي وكنتاكي وغيره فخليني وارجيكم شكل الشعارات زمان مثلاً في عام 1940 ماكدونالز كان اسمها مشاوي ماكدونالز وهذا كان شعارها وبعدها بقليل غيروا الشعار لهذا الشعار وبعدها بعشر سنوات صار هذا شعارها العبايت شعار بخجل وبفشل الشركة من شدة فشله وفي عام 1960 صار شكله هيك الشكل المشهور اللي كلنا بنعرفه طبعاً عدله عليه شوي بعدها طيب خلونا من ماكدونالز وخلونا نشوف أبل الشركة اللي شعارها تفاحة هذا كان شعارها في عام 1976 نيوتن جالس تحت شجرة وطبعاً سقطت على رأسه تفاحة فاكتشفت جاذبية فالتفاحة هي أبل اسم الشركة لكن بعدها حست الشركة ان شعارها معقد فغيرته لتفاحة ملونة الله ياخدهم وبعدها غيروا لتفاحة رمادية وخلونا نروح لآيكيا اللي ألوانها مأخودة من ألوان عالم السويد لأن آيكيا شركة سويدية المهم لما فتحت الشركة سنة 1951 قرر مؤسسها انكيفار انه يخلي شعارها هكذا شعار أحمر وبعدها بثلاث سنوات غيروا لهذا الشعار البني اللي بتحس انه في ريحة شوي وهما حسوا بهذا الشي حسوا انه في ريحة بشعارهم فغيروا الشعار لهذا الشعار اللي لساته موجود للآن والروح للمكياج قديما اللي واجهت صعوبات كبيرة بالبحث عنه لأنه معلوماتي بالمكياج صفر تحت الصفر وطبعا لازم يكون تحت الصفر أو بكون الموضوع مشكوك فيه صح؟ المهم تاريخ المكياج فيه تخبيص كتير فرح وارجيكم أداة واحدة بس من الماضي في عام 1947 وانشأت شركة ماكس فاكتر للتجميل انشأها ماكسيميليان فاكتوروف اتش اسم بهدلة وبدأ بمكياج بهدلة مكعبات الثلج هذه تخيلوا العبط كان لا وبعدها اخترعوا خوذة تجميلية خوذة بقمة الرعب والجلطة والأناقة يلا مشي معهم وبس هيك بنكون خلصنا مكياج بدايته كانت مرعبة وللآن بسو أشياء مرعبة فيه فهذا بده حلقة لحاله فنخلص منه أفضل للي بعده طيب نروح للفواكه اللي لها أشكال وألوان رهيبة وطعمها لذيذ جداً بس هل بتعرفوا أن الفواكه كان أشكالها مختلف تماماً في الماضي؟ خلينيو أرجيكم مثلاً الموز كان شكله بالماضي هكذا قشرتها سميكة ومليانة بذور كبيرة وهذا هو شكل البذور ما بتنأكل لا هي ولا الموزة فلذلك عدلوها المزارعين وراثية اللي تصبحها هكذا الموزة اللذيذ اللي بنعرفه ومين فينا ما بيحب الموز كلنا بنحبه انت ما بتحبه خريب وطبعاً ألذ موزة بالتاريخ كان اسمها جروس ميشيل بس انقرضت نهائياً بسبب مرض بنعمة يعني مستحيل بحياتنا نجرب هذه الموزة انقرضت خلاص راحت علينا وخلينا نشوف البطيخ الفاكهة المفضلة عند الكثير من الناس واللي كان شكلها مختلف بالماضي أيضاً طبعاً أنا بسميه بطيخ أو حبحب بس بعرف انه بكل بلد له اسم فاكتبوا لي شو اسمه عندكم المهم هذا كان شكل البطيخ بالماضي غريب عجيب ولاحظوا انه له 6 أجزاء حمراء منفصلة تاكل الأجزاء الحمراء بس وبترمي البطيخة كاملة بالنسبالة كانت فاضي تقريباً على الفاضي وبعدها عدلوها وراثياً وصارت سكرية وكلها حمراء هكذا يا سلام وننهي سريع سريع بسانتا كلوز اللي كان شكله هاكذا رجل عادي وصار سانتا تبع الغرب تبع الغرب؟ طبعاً تبع الغرب نحنا لا عندنا سانتا ولا بنعرفه او أنا شخصياً هاكذا صح؟ وبس بهاك بنكون خلصنا هذا الجزء طبعاً فيه جزء ثاني رهيب بس لازم اتأكد انه عجبكم هات اوه فاذا عجبكم لا تنسوا اللايك مشان اعرف ولانه اللايك بيهمني جداً 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 وبساعدني جداً 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 وبس ان شاء الله تكون استمتعتوا بالفيديو وصحيح صحيح طلبتوا مني ورجيكم كيف بشوف بالنظارة لحظة اوكي خليني ورجيكم يلا شايفين؟ هيك بشوف فيها بالضبط لحظة بكون اعمى بصر ما بشوفشها فاهاها بعاني مشانكم خليني ألبسها يلا اعمى نفسي مشانكم يلا لحظة شو البحدة مراضة إذن لبس يا سلام أخيراً نحن هيك جاهزين فا يلا ننهي يلا شكراً لكم على المشاهدة كملوا معاي يلا وحبكم جداً ومزاجي كان هنا سلام